ومن مخالفة القانون وشرى ربنا كمان وهذا سؤال الحقيقة هل ما ينفق الآن على الحملات المستقجرة للهجوم على من يتحدثون عن 57 هل هذه الأموال من أموال التبرعات ليه في ناس من أحباب 57 عملوا صفحات على شبك التواصل الاجتماعي فالناس العادية دي هتعمل صفحة وتتكلم لكن مش هتنشر موضوعات ممولها دكتور أبو النجا مش هتنشر موضوعات عليها سبونسر يعني برضو إيه اللم تكن تعرف فيه الناس بتوع القرآن الكريم يقولك إيه اللم تكن حافظا فهندس يعني لما كان فيه ولد بيقرأ قالك فسقط عليهم السقف من جنبهم فالشيخ قال له جنبهم إيه قال له سقط عليهم السقف من خلفهم قال له يا ابني السقف هيقف هيقف منين قال له من فوق يا مولانا قال له طيب اللم تكن حافظا فهندس يعني ما انتاش حافظ الآية هندسها فأنت مش عارف تلعب اللعبة دي فكر شوي متبقاش مكشوف كده متكشفش نفسك بهذه الطريقة وتضخ أموال لمستأجرين عشان يشنوا حملة ضد الناس اللي بكلمه عن 57 لسبب بسيط جدا إن هذه الأموال هتروح يعني هضر والله هتروح عليك لأنها لن تردع لن تردع أحد ولن تردعني عم أفعاله خالص وأنا قلت لك مبارح بلاش يعني إذا كنت تعتقد إنه الناس طلعوا بقى كلام ويطلعوا فضايح ويقولك مش عارف إيه وفيديو إيه وقضايا إيه طوز كويس لأنه أنا قلت قبل كده أنا راجل بما أخطأت وبما أصبت أنا معنديش حاجة أخجل منها على الإطلاق كويس فالفلوس دي مهضرة يعني اللي بتوجهها بدل ما توجه هذه الأموال لمهاجمة من يكتبون عنك ومن ينشرون عن المستشفى رد قول أنا صح بالشكل الفلان إنما انتهت شوه وده ما شغلناش خالص لأنه إحنا شغلين شغلانا للأسف الشديد رجلينا رجلينا في الصرف الصحي بتاع المجتمع يعني الإعلام عموما يعمل وقدميه في الصرف الصحي بتاع المجتمع إيدي إيدي في أحشاء المجتمع فإحنا ما بنشتغلش في حط نظيفه إحنا بنشتغل على المخالفات بنشتغل على الفساد بنشتغل على التجاوزات ما بنشتغلش ما بنقومش الصبح نروح جرائدنا ولا نيجي برامجنا نجمع ورد وفل وياسمين خالص يعني إحنا شغلين لكشف العوار الموجود في المجتمع مش ملايك كويس فخلينا نتكلم في إيه يعني خلي الناس يتسلوا جدا يعني يتسلوا ويقولوا ويعملوا ومش عارف إيه ولو حد فيهم عاوز حاجات يهجبني بقى يكلمني قدهانه عشان برضو تبقى إيه يبقى في انتعاش كده والناس قاعدة تتابع خلاص أنا هنا أقدم للناس مستندات ووسائق يعني أقول لحضراتكو على حاجة الناس المستأجرة دي بيدوروا الشريفة بالنجر ليه مبارح أنا عرضت لحضراتكو صورة على صفحة الأستاذ محمود فؤاد بيقول حسب الله نعمل وكيل قادة مكتب شريف أبو النجا مترين في مترين اللي محمد الباز قال عليه كلف مليون جنيه موجودة معنا يا جماعة الصورة دي يا أسدزة طيب وروانا الصور وروانا الصور وروانا الصور صورة احنا قلنا قلنا فيه ده دي صورة هاي الرجل مبارح قال لك حسب الله نعمل وكيل وانت ظالم ومفتري وده مكتب هو الدكتور شريف أبو النجا اللي انت بتقول تكلف مليون جنيه وانا سألت سؤال قلت هناك معلومات تقول أن مكتبك تكلف كذا هل هذا صحيح طيب النهاردة بقى المستقل يا ده المكتب هو قلنا بقى ده بتاع عمر عزة سلام النهاردة بقى في اللجان بتوعه حطين صورة تانية وروني كده يا جماعة بقى الصورة التانية بقى وروني ها طيب اهي تمام اهي ليه قال لك متضامنين دي صفحة احنا اطفالها متضامنين مع سبعة وخمسين فبيقوله صلاح دياب مالك صحيفة المصر اليوم التي تواجه مستشفى سبعة وخمسين يكتب عن مكتب مدير المستشفى في الفين وسبعتاشر الذي ادعى محمد الباز انه يتم تجديده مليون جنيه سنوي الشيء بالشيء يذكر ده كلام منسوب لصلاح دياب دخلت مكتب شريفة بن نجا رئيس مؤسسة كذا مكتبه لا يتجاوز تسع امطار مربعة رغم ان المؤسسة تتعامل في ملايين الجنيه وده مكتب تان انه فيهم بقى جماعة يعني الناس اللي بيدفعوا عن شريفة بن نجا يرسلهم على قرة انه ده المكتب اللي احنا قلنا عليه اللي احنا قلنا عليه مبارح اللي هم قالوا هم عليه مبارح ولا المكتب اللي بيقولوا عليه النهاردة المكتب اللي اتنين متر في اتنين متر ولا المكتب اللي هو تسعة في تسعة فاذا هنا هنا في حالة من الارتباك من الارتباك ببساطة شديدة جدا وانا هنا بقى اعلن عن انه انا تلقيت اتصال مبارح من المسشار مرتضى منصور وهو اتصال مشكور الحقيقة هو المسشار مرتضى منصور هو محامي المستشفى في هذا القضايا المحامي الدكتور شريف ابو الناجل فتلقيت اتصال مشكور من المسشار مرتضى منصور قال لي الناس عايزين يردوا بتقولوا اهلا زي الفل ييجوا ويجيبوا وراءهم ويجيبوا حاجاتهم ويجيبوا احنا طول الوقت بنقول في ناس ضد ونسمع اللي معه بيقولوا كذا واللي ضد بيقولوا كذا وبنسأل اسئلة لانه هو الاعلام اه على فكرة مش جارية في بلاط حد يعني الاعلام ده لو انت طلبت منه ان يبقى مهزف ومؤدب البلد هتضيع لانه هو لازم يسأل ويسأل بشراسة كمان ويسأل بحدة والناس تجاوب ما تقولكش انتوا تطلعوا ايه مين الاعلامين دول لا يا سيد دي شغلانة كده ربنا عاملها كده القانون عاملها كده الدستور عاملها كده فطرحنا ده فالمسشار مرتضى منصور الحياة مبارح قال الناس عايزة ترد مستشفى 57 بتقول احنا عايزين نرد على الكلام اللي اتنشر في الجرائد واللي اتقال في البرنامج فاهلا وسهلا بالناس وهاتوا ورائكوا وتعالوا وانا يعني هيبقى فيه اتصال بعد كده مع المسشار مرتضى منصور على نحدد مين اللي هيجي وهو حتى قال انه نخليها في يوم ما يبقاش فيه مطش من مطشات كاس العالم فقلت له خيرت الله مش هيبقى الاسبوع ده لان احنا بقرأ اخر يوم في الاسبوع ده ممكن يبقى في اول الاسبوع الجاي معنا بس انا انا على الهوى بقى بناشد او بطلب من المشتر مرتضى منصور ان الذي يحمل الاوراق التي سيرد بها عن مستشفى 57 هو شريفة بناجا نفسه انا في انتظاره ليه بقى ليه بقى لانه انا مش عايز انه ييجي حد فانسأله في حاجة فيقول والله الدكتور شريف هو اللي يعرف ييجي انا ادعو اهو امام كل من يشاهدني الآن امام كل المصريين امام الذين يحبون 57 والذين لديهم ملاحظات على 57 الذين يعتقدون اننا نتآمر على 57 والذين يعتقدون اننا ندافع عن 57 الذين يقولون ان احنا بنقبط واللي شايفين ان احنا شرف كل الناس اللي امتابعين هذا الموضوع انا هو محمد الباز ادعو شريف ابو الناجا الرئيس التنفيذي لمستشفى 57 ان يكون معنا على الهواء ليرد على كل الاسئلة وكل الاتهامات التي اثيرت عنه سواء فيه هنا او في المصر اليوم او في فيتو اللي كتبها الاستاذ سليمان جودة اللي كتبها الاستاذ اسامة داود او الاسئلة اللي انا قلتها والمعلومات اللي انا طرحتها اهلا وسهلا بيك تيجي وتقول وتتكلم وتدافع وتقول اللي عندك ونسألك الاسئلة لانه هاي المسألة مش مسألة فرد انت اضعف حلقة في الموضوع كله يا شريف ابو الناجا اضعف حاجة خلاص يعني الدكتور شريف ابو الناجا اضعف حاجة في هذه الحملة على الاطلاق اي سبب ممكن بكرة يمشي ما يبقاش موجود وبعدين فكرة ايه انه الناس تفضل سنين طويلة في مناصبها ده باي منطق حتى لو صاحب انجاز ايدي فرصة الاجيال اخرى ولا ما فيش حضرتك في السنين اللي قعدتها يعني اعدادت ناس يتولوا المسئولية ده برضو سؤال يعني ده برضو سؤال دول مؤسسة بحسية علمية وفيها خبرة وفيها بحس علمي وفيها تجارب هل الناس اللي شغالين دول لا يوجد احد كف عشان يكمل المسيرة وانت تبقى اب بروح تبقى مستشار تبقى يعني راجل بركة كده في المستشفى والناس بتاخد خبرتك وبتاخد تجربتك ليه لا الاسئلة كتير الاسئلة كتير فانا بدعو للمرة التانية امام الرأي العام وهذا حق لي يعني اقوله امامكم وهيكون ردي لسيادة المسيار مرتضى منصور انه شريف ابو النجا الدكتور شريف ابو النجا ادعوه لان يكون ضيف في تسعين دي عشان يتكلم ويرد ويقول اه ده غلط ده صح واعدكم ان انا ساكون مدير للحوار السؤال يا فندم فلان نشر كذا رأيك فلان قال كذا رأيك فيه سؤال كذا رأيك كويس حتى الناس اللي جوم عندهم مشاكل وقالوا وقالوا والناس يقول لك الكلام مصحيح اقول لحضراتكم على حاجة من خبرتنا في الاعلام اول محد يتصل بينا في الاعلام ويقول يا فندم على فكرة كل ما نشرتوه كذب لا اساس له من الصح بشوك لانه فيش حاجة اسمك يعني يقول لي فيه كذا غلط كذا مش مظبوط كذا مش دقيق وكذا فانا انا بشكر بشكر مرتضى المنصور جدا على المبادرة دي وانا اسق ان ليه دور فيها انه عشان ينهي هذا الجدل وادعو مرة تاني تالتة بقى الدكتور شريف ابو النجا لان يرد بنفسه وليس اقل من ذلك لانه هو الذي وجهت له الاسئلة ووجهت له الاتهامات ووضعت علامات الاستفاهم حوله فلابد ان يظهر امام الناس ويتحدث بنفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة